اشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بالدعم اللامحدود الذي تلقاه المسيرة التعليمية من لدى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والمساندة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حيث كان من أبرز مظاهر ذلك الدعم التهنئة التي تفضل بها عهل البلاد المفدى لجميع منتسبي الميدان التربوي بمناسبة بدء العام الدراسي الحالي والتي عبر فيها جلالته عن اعتزازه بما تحقق في العام الدراسي الماضي من نتائج متميزة بفضل الجهود المثمرة من وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية لضمان استدامة التعليم الكلمة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه عبر اتصال مرئي مع برنامج مجتمع واعي والتي أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل المعلمين والإداريين العاملين في الميدان التربوي جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وخلال مشاركة سعادته في منتدى المعلمين إثراء الذي تم تنظيمه حسب توجيهات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بهدف إطلاع المعلمين على أحدث أساليب التعليم في القرن الحادي والعشرين هذا ونوه الوزير بما جاء في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من إشادة بإسهامات المعلمين ودورهم كأحد مرتكزات تطوير المسيرة التعليمية مشيدا كذلك بمتابعة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وبجهود المجلس في العمل على تطوير التعليم ورفع كفاءة النظام التربوي كما أكد النعيمي حرص الوزارة على الارتقاء بأوضاع المعلمين وتحصين الخدمات المقدمة لهم تحفيزا لهم على المزيد من العمل المثمر في الميدان التربوي لما فيه خير وصالح مخرجات التعليم من المسيرة التعليمية في العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه تشهد اهتماما ودعما ومسانده من جلالته الكريم سواء من حيث المشاريع التربوية التي يتم تنفيذها مثل مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل أو التمكين الرقمي وغير ذلك من مسانده مكنت الوزارة بتنفيذ مشاريعها التطويرية حتى في ظروف الجائحة كان هناك كلمة من جلالته حفظه الله ورعاه أوجدت حماسا ودافعية لدى الميدان التربوي وأيضا التصريح الذي تفضل به جلالته مع بداية العام الدراسي كل ذلك كان محط اهتمام من جميع منتسبي وزارة التربية والتعليم وخصوصا المعلمين أمس أيضا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه أشاد أيضا بدور المعلم وما يبذله من جهود على كافة الأصعدة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم هذه الفعالية التي يتم تنظيمها من خلال توجهات المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية يشارك فيها المئات من المعلمين والهدف منها إطلاع المعلمين من خلال خبراء مختصين على أهمية التعليم في القرن الواحد والعشرين وأساليبه وطرقه وأيضا كيف تتعامل مع الفصل الدراسي في القرن الواحد والعشرين هذا الاهتمام يؤكد سعي وزارة التربية والتعليم الدائم لتمهين المعلمين لما في خير وصالح مخرجات التعليم إنجازات مشرفة تحتفل بها مملكة البحرين كل سنة في اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من شهر أكتوبر حيث أن الاهتمام المستمر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالقطاع التعليمي والكوادر التعليمية حقق إنجازات عالمية هامة من خلال تطوير التعليم والتدريب والبدء منذ 2005 في تطبيق التعليم التقني خلال مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل والتمكين الرقمي أتقدم بجزير الشكر وعظيم الامتنان لجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على كلمتها السامية خلال الجائحة فكانت وسام شرف لنا كقيادات وكمعلمين ومعلمات لبدل مزيد من العطاء فقد كانت الكلمة السامية محفزة لنا جميعا لبدل الصعوبات وتدليلها وتقديم الدعم لدى الطالبات وأولياء أمرهم بيت أشكر سمو ولي العهد رئيس المجلس الوزراء على الكلمة اللي طرحت أمس في المجلس كانت بخصوص تهنئة يوم المعلم وهذه الأمور تجعل المعلم حافز في الديمومة والاستمرارية في العطاء في ظل كل الظروف اللي يمر فيها المعلم لا بد أن نتحدى ونتخطى هذه الصعوب كما أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تدعم بمختلف قطاعاتها المجال التعليمي وتأتي الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا شاهدا على تعامل كافة القطاعات لاستمرار العام الدراسي ولتؤكد احترافية الكوادر التعليمية في ضمان استدامة التعليم من خلال استمرار التعليم في المملكة عبر القنوات الفضائية والقنوات الرقمية وقنوات التواصل الاجتماعي وتفاني الكوادر التعليمية في استمرار التعليم من خلال مواصلة العمل بجد واجتهاد أتوجه بتهنئة إلى جميع أخواني وزملائي المعلمين في هذا اليوم الجميل بنظرة وفاء إلى كل معلم على هذه الأرض الطيبة وإلى جميع المسؤولين الذين أولوا هذه المهمة كل الرعاية خصوصا في طل الجائحة خلال عامين السابقين وفي يوم العالمي أحب أن أقدم تهنئة إلى جميع المعلمين على ما قدموه من جهود وعطاء كبير استمرارية عملية التعليم والتعلم وكل عام وأنتم ركيزة العلم والمعرفة أشكر جميع المعلمين في أنهم على هذا العطاء اللي يبدلونه خلال السنوات الماضية والسنوات القادمة مملكة البحرين لطالما أكدت الدور الهام للعلم والتعليم والمعلم من خلال تطوير وتمكين المعلمين في مختلف مجالاتهم والاستثمار في الكوادر الوطنية إيمانا بالرسالة السامية التي يحملها كل معلم خلال مسيرته التربوية والتعليمية شوق العتمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين